تعالوا نروح وإحنا بنتكلم عن الكلام ده بيان نادي بيرامدز اللي أصدره بالأمس وكل ما بيصدر بيان وكل ما بيكون فيه موضوع وأنا مع حق الأنذية النهى لما يكون نادي ليه حق يطالب به ما عندناش أي مشكلة بالعكس بيان نادي بيرامدز بل إن القرار يشيل لعدم إدراك أو فاهم لحجم التأثير السلبي على القيمة التجارية الدور المصري وضرب ثقة المستثمرين والرعاية في صلاة كل القاتل كل ما نتكلم نتكلم عن الاستثمار والمستثمرين كل ما نادي بيرامدز يتزنق كل ما عنده مشكلة كل ما يتأجله مباراة كل ما عرفش ما يحصل له إيه يقول لك الاستثمارات في مصر أنا نادي مستثمر وهسحب استثماراتي من الكرة المصرية أنا هنا بوجه سؤال للناس كلها والناس تجاوبنا والناس تكون معانا ماذا فعل نادي بيرامدز للكرة المصرية أو للبنية التحتية الرياضية المصرية نادي بيرامدز بالمناسبة ما بناش طوبة في الرياضة المصرية أو في البنية التحتية الرياضية المصرية علشان تقول تخدم الرياضة المصرية نادي بيرامدز ما بناش استاد نادي بيرامدز ما بناش نادي اجتماعي نادي بيرامدز ما بناش ملعب نادي بيراميز عنده قطاع ناشئين المدربين فيه بتقعد بالتلات اربع شهور ما بتقبطش ما طلعش لعيبة للمنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي مش هو ده الاستثمار الرياضي زي ما احنا بنتكلم قولوا لي نادي بيراميز بان ايه في الرياضة المصرية هل النهاردة لما بتشوف النادي الاهلي وهو عنده بنية تحتية وعنده أندية شوفوا كم العمال وكم العمالة وكم الموظفين الموجودين في النادي الاهلي وبيفتح بيوت ناس شغالة في الرياضة المصرية مش ده استثمار الرياضي هل نادي بيراميز عمل الكلام ده عشان كل ما يطلع يقولك سحب الاستثمارات الرياضية هل النهاردة عنده منشآت رياضية بتخدم المنتخبات الوطنية بنشوف النادي الاهلي النهاردة وهو عنده ألعاب الصلاة وبينافس في كل ألعاب الصلاة اللي بتخدم المنتخبات المصرية سواء كرة طايرة سيدات ورجال كرة اليد سيدات ورجال كرة السلة سيدات ورجال التنس الطاولة كل الألعاب ألعاب الكوة الجنباز كل الكلام ده هل نادي بيراميز بيخدم المنتخبات الوطنية عشان نتكلم عن الاستثمار الرياضي؟ هي دي كلها أسئلة طيب شوف هضرب لكم ملاش النادي الأهلي علشان الناس تقول ان احنا هنا في قناة الأهلي بنجامل النادي الأهلي شوف نادي زي المقاولين العرب ونادي المقاولين العرب ده من الأندية الكبيرة جدا في كرة أفريقيا والمقاولين العرب كان واحد من أصحاب الكوى النعمة المصرية في كرة أفريقيا كلها سواء في المنشآت الرياضية في أفريقيا سواء في نطحات الاستحاب في أفريقيا في كل البنية التحتية في أفريقيا لما حاب يدخل الاستثمار الرياضي وفي مصر ماذا فعل المقاولين العرب؟ موينة العرب بنا استاد عصمان أحمد عصمان استاد المقاون العرب بنى مستشفى طب الرياضي عنده قطاع ناشئين وعنده ملاعب يعني بتتكلم على صرح كبير بيخدم الرياضة المصرية والبنية التحتية المصرية هو ده الاستثمار الحقيقي مش الاستثمار الوهمي هو ده الاستثمار الحقيقي اللي بيخدم الرياضة المصرية أنا بضرب لكم مثل بنادي المولين العرب طيب شوف نادي المولين العرب بحجم بطولاته وبالمناسبة نادي المولين أخد الدور الممتاز أخد بطولة أفريقيا خد بطولة الكاس ليه باع كبير في الرياضة المصرية في الطاقة المصرية وتم إنشاءه سنة 73 هل ما تم صرفه في نادي المولين العرب من 73 لعشرين 24 يوازي ما تم صرفه من بيراميدز فاربع خمس سنين ده طبعا هو ده الاستثمار وهو ده الاستثمار علشان الناس تقارن علشان الناس تقارن بس عندنا استثمار رياضي حقيقي يبقى أنا عندي ملاعب بستفيد من المستثمر زي ما نقول وضربنا مثل بنادي المولين العرب وعندك أندية أخرى كتير شوفنا في أندية اجتماعية سلسلة أندية اجتماعية زي ودي دجل ودي دجل عنده ده استثمار حقيقي عندك أندية اجتماعية عندك بتخرج وبتطلع أبطال عندك بتعمل أكاديميات لتفريغ طاقات الشباب عندك كمان بتوظف عدد كبير من المدربين عندك بتطلع أبطال في ألعاب كتير ومختلفة كمان شوف كم فرص العمل اللي خلقها نادي ودي دجلة من خلال سلسلة الأندية الاجتماعية والمولين العرب وغيره وغيره هو ده الاستثمار علشان كلمة كل ما يحصل مشكلة سحب الاستثمارات طب فين الاستثمارات؟ فين الاستثمارات أنتوا بتتكلموا عليها؟ عايزة نروح للأمر التاني وكل برضو ما نتكلم التحكيم التحكيم والنادي الأهلي أكتر نادي اتظلم من التحكيم السنادي وما استفدش من التحكيم وشوفنا في مباراة مهمة ولما بنتكلم على مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي كان كسبان اتنين واحد وعنده فرصة الهدف التالت وياخد المباراة بيتظلم في ركل الجزاء صحيحة مليون في المية لكن بيرامدز استفاد من التحكيم بشكل كبير جدا وبشكل صارخ وبيطلع بيان بينتقد في التحكيم آه التحكيم فيه بعض الأخطاء السنادي لكن انت حضرتك النهاردة كان نادي بيرامدز استفدت من التحكيم ولا لا؟ استفدت مليون في المية اتضررت من التحكيم ولا لا؟ لا ما فيش اي ضرر على نادي بيرامدز شوف بيان نادي بيرامدز برضو نقطة من النقاط نقطة من النقاط اللي زكرها مبارح يشدد النادي على اهمية دور التحكيم كعنص الرئيسي في المنظومة في ادارة المباريات بطريقة احترافية وارسل النادي العديد من المراسلات لربطة الاندية والتحاد الكرة للشكوى في هذا الشأن ويضم النادي صوته الى صوت المنادين بضرورة وجود آلية شفافية ومعلنة لمحاسبة الحكام ومجازات المخطئ منهم وكذلك تقدير من يقدمون اداء رياضية احترافية وتحفيزهم ما سيكون له ابلغ الاثر في اعطاء دفع ايجابية للحكام والفرق المشاركة على السواء ده بيان نادي بيرامدز عن التحكيم وكأنه يعني ايه مظلوم لما بقولك ايه ضربني وبكى وسبقني واشتكى عارفين المثل ده ولا الاغنية دي ضربني وبكى وسبقني واشتكى طب ما تيجوا كده نفند ونشوف نادي بيرامدز استفاد ايه السنادي من التحكيم وهو بيتكلم عن الاخطاءة التحكيمية اول حاجة كان فيه مباراة مهمة جدا كانت مباراة مودرن فيوتشر مع نادي بيرامدز في الاسبوع واحد وعشرين وكان حكم الساحة كابتن نادر امر الدولة وحكم الفارج كابتن هشام القاضي وكان فيه ضرب الجزاء غير صحيحة لنادي بيرامدز في الديئة تسعين وكانت النتيجة اتنين واحد كان متقدم نادي الفوز على مودرن فيوتشر وهو فاز في المباراة على مودرن فيوتشر اتنين واحد دي لقطة المباراة شوف لعب مودرن فيوتشر المباراة دي بص اديها كان تسعة وتمانين كانت النتيجة واحد واحد وكان فيه راكل ودي راكلة الجزاء اللي اتحسبت لنادي بيرامدز هل دي راكل الجزاء النهاردة لعيب وهو داخل وقع وهو بيوع لازم يسند على ايده وهو بيسند على ايده وكرة لمست ايده او جات في ايده هل دي راكل الجزاء لا مش راكل الجزاء طبعا دي قدر يستفيد منها نادي بيرامدز اللي بيشتكي وجاي يتكلم دلوقتي عن التحكيم شفنا الصورة وشفنا كرة قدامنا كانت النتيجة واحد واحد في نهاية المباراة والكابتن نادر امر الدولة احتسب راكل الجزاء لنادي بيرامدز قدر يفوز بيها نادي بيرامدز اتنين واحد ونادي بيرامدز اخد المباراة وخد نقطتين زيادة عشان يتكلم بعد كده عن التحكيم طب المباراة التانية كانت مباراة بيرامدز والسراميكا كليو باترا في الأسبوع تلاتة وعشرين وكان حكم الساحة كابتن محمود وفا وحكم الفارج كابتن حسام عزب وكانت هدف صحيح ملغي للسراميكا كليو باترا وكانت النتيجة اتنين واحد لبيرامدز عايزين نشوف برضو الصورة معانا وكلنا فاكرين الكرة اللي كانت بالعرض وكانت هدف صحيح لنادي السراميكا كليو باترا وما فياش اي تلامس مع المدافع ووقتها حتى يعني الفارق اقر بصحة الهدف لكن الحكم هو اللي احتسبها كابتن محمود وفا وبرضو قدر نادي بيرامدز يحصل تلات نقاط وكان ممكن واتا سراميكا يتعادل وحصل على تلات نقاط من المباراة المباراة التالتة مباراة بيرامدز واسموحة المباراة الاخيرة اللي عليها كلام وعليها لغط كتير جدا وشفنا السحل الرياضية والكلام فيها اللي بتستكمل وإحنا معاه حضراتكم على الهوى دلوقتي النهاردة نادي سموحة كلنا شفنا الكرة دي دي هدف بيرامدز هدف بيرامدز الفار راح للهدف وكان بيعمل بيرسم الخطوط الكرة فيها تسلل وما فياش تسلل وتناسى حكم الفار اللعبة دي وحكم الملعب الكابتن محمد سلام وحكم الفار الكابتن محمد سوي ان فيه هنا تدافع أو دفع من مدافع بيرامدز للعب سموحة والكرة مفروض تكون فاول صريح وفيه فار كمان نتكلم على تواجد فار طب لو ما فيش فار كان يبالشكل ازاي تخلم بفيه فار وكرة زي دي بتدافع تتحسب هدف لبيرامدز دي النهاردة كلها مش مجملات لبيرامدز اللي انطلع بيان اشتركوا في القناة